لا شك بأن حقبة الاستعمار بمفهومها القديم الآن انتهت الآن أصبح للدول لا تقبل على الاستعمار مباشر لأن هذا الأمر الآن أصبح في العصر الحديد أصبح في كل فنازلية كبيرة وأصبح أيضا غير مقبول تحت الزراع متعددة من حق الإنسان وهكذا والآن دخل العصر الحديد وهو في المصطلح السياسي الجديد وهو نغة المصارح المشتركة ومن هنا يأتي تأتي فكرة الصراع الحديد الآن الآن الدول تبحث عن مصالحها دول كبرى ودول اقتصادية والدول التي ليس فيها مصادر الطاقة ومصالح اللغة الآن أصبحت مصالح مفهومة وأنا أتصوى بأن وضع ليبيا هو وضع غير من ناحية الاقتصادية فقط ولكن ليبيا لموقع الجغرافي وهي حلقة وصل على المتوسط وحلقة وصل على أفريقيا هذا من ناحية الجموستراتيجية يعني لا شك بأن المصالح المشتركة سواء كانت عند الليقاليين وعند الفرنسيين وهي التي تأخذ طابع المصادر الطاقة المتوفرة في ليبيا بصورة كبيرة وتأخذ الطابع السياسي وهو النفوذ السياسي اللي تتسعى على البلد عن طريقه ويكون عنده نفوذ وعنده حضره لذلك تأتي قضية تحلقات مع المطل المكلفة والآن دخل مدنون جديد وهو مدنون محاربة الإرهاب ومدنون الأمريكا أصبحت الآن في ثلاث أجلحة تدخل في لغة المصالح المشتركة بين الدول لا شك بأن التدخل الفارخ الواضح الآن هو التدخل الفرنسي والفرنسا الآن شركة بأن الملف الأساسي عند ليبيا أنا أعتقد يجب أن يفهم المشاهد بأن الملف الأساسي عند ليبيا اقتصادا ومصالحا وسياسا وأمنا هو عند أمريكا والأمريكا في الخمس سنوات الماضية أصبح الملف الكبير في ليبيا لا يهمها إلا من جانب واحده وجانب الأمني وليده عليه محاربة الإرهاب وداعش وسلم الملف لبعض الدول الأوروبية التناض عليه مثل إيطاليا وفرنسا ولكن الملف الرئيسي لازال عند أمريكا وأصبح الصراع الفرنسي الإيطالي هو الغالب وغلب القابل الجانب الفرنسي لأن الإيطاليا في الفترة الماضية فيها مشاكل اطفادية ومشاكل سياسية وعظم طوحة حتى ندخبات الإجراء في مارس لم تؤتي أكلها إلا الآن